على ما أتحدث به أستاذ فاضل حقيقة عازمة الدولة على على إيجاد ما مخيرة بالمناسبة أستاذ رائد إحنا هنا الحكومة العراقية الآن كنظام سياسي كطبقة سياسية كسلطة تشريئية قضائية تنفيذية الآن ما مخيرة الآن عليها أن تصحح مسار العملية السياسية الآن وصلنا إلى مرحلة الأزمة المتصاعدة وبالتالي إحنا أمام وضع خطير اللي نحتاجه الآن حلول آنيا نشرت وما كملت حقيقة الحلول الآنية اللي هي إحنا قلنا موضوع اللي عانى المستعجلة الآن القرض المستعجلة لعموم الطبقة الشبابية توزيع الأراضي اللي أشار إلى السيد عدل عبد المهدو للأسف الطبقة السياسية برأيه عن طريق المحافظين قيدوا سلطة السيد رئيس مجلس الوزراء توزيع الأراضي الآن يحل المشكلة كبيرة جدا وهذا فعل إجرائي مثل ما قال السيد فاضل